السياحة هي أهم القطاعات الاقتصادية لليونان هذا العام ورغم الظروف الجيوسياسية المؤاتية لكن عناصر عدة تقف عائقا أمام الانتعاش المنتظر لهذا القطاع من بينها تدفق اللاجئين إلى الجزر هذا ما عبر عنه صاحب أحد المطاعم عند شاطئ آجيا مرينا في جزيرة آجينا أعتقد أنه لدينا مشكلة هذا العام الأجانب قالوا لنا بوضوح أنهم لا يرغبون برؤية اللاجئين حولهم من شاطئ إلى شاطئ ومن مرفع إلى مرفع سبق أن واجهوا الأزمة في بلادهم في النمسا وفي ألمانيا والسويد يتجنب السياح الجزر الواقع شرق بحر إيجي ويعتبرونها محطة الوصول الرئيسية للاجئين بين هذه الجزر ليسبوس وشيوس وساموس وكوس وأجينا التي يتطلب الإبحار إليها من مرفع بيراوس حيث مخيم اللاجئين ويقول صاحب أحد الفنادق لم يكن شخص واحد في فندق يوم أمس لقد أقفلته لم يبقى لدي سوى شهر آب أغسطس لنقول أنني عملت بين 15 و25 يوما هل هذا ممكن لفندق؟ هل هذا يسمح لمؤسسة بتغطية مصاريف العام بأكمله؟ أزمة اللاجئين والمهاجرين ليست العائق الرئيسي لنمو القطاع السياحي اليوناني فقد حلت أزمة جديدة كما تقول هذه السائحة خروج بريطانيا سيغير مخاططات السفر إن عملوا وفق نظام التأشيرة القديم وأن لم يستقر الجنيه مقابل يورو فستتغير الكثير من الأمور بالنسبة للعديد من الناس وفق بيانات المجلس العالمي للسياحة وسفر فإن السياحة في اليونان شكلت العام الماضي 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن تتراجع هذا العام وتقول مراسلة يورو نيوز إن كان أحد يبحث عن عمل أو يرغب بإنشاء عمل انتجاري السياحة هي من بين القطاعات القليلة التي تعطي أملا بالعيش في اليونان ما يجري هذا العام ليس مصريا فقط لانتعاش الاقتصاد وأنما يظهر مدى معاناة المؤسسات في مواجهتها للعديد من التحديات